دولياً لقي 31 شخصاً حتفهم وأصيب تسعة آخرون بجروح في حديث مرور وقع اليوم بإقليم طنطان بالمغرب وذكرت السلطة المحلية بإقليم طنطان أن هذه المأساة وقعت حوالي ساعة سابع صباحاً على مستوى جماعة الشبكية عندما صدمت حافلة لنقل ركاب بشاحنة مضيفة أن جرح التسعة بينهم اثنان أصيبوا بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى الحسن الثاني بطنطان وقد انتقلت السلطة المحلية مرفوقة بوحدات من الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان للقيام بعملية الإنقاذ